موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله وأقاتكم مشاهدنا الكرام وأهلا وسهلا بكم إلى حديث الصحافة لم تفلح التعزيزات الأمنية المشددة والبوابات الإلكترونية التي أقيمت في مداخل الجامعات في منع الطلاب من إطلاق عام ثوري جديد فلا شيء يكسر الإرادة الحرة الجزيرة نت نشرت بعنوان مظاهرات غاضبة بجامعات مصر وتواصل اعتقالات الطلاب وصل الطلاب في معظم الجامعات المصرية التعبير عن غضبهم لليوم الثاني على التوالي احتجاجا على حملة الأمن لاعتقال أركان الحراك الطلابي لمنع المظاهرات الرافضة للانقلاب في حين واصلت قوات الأمن تدخلاتها ضدهم واعتقال قياداتهم وندد المحتجون بالقمع الذي تعرض له طلاب الجامعات ودعوا جمع الشعب المصري لاسترداد حريته ومنع قوات الأمن من سلب المصريين حققهم ولحظ عدم وجود قوات أمنية بالقرب من المظاهرات ورفع المشاركون في المسيرة لفتات عليها شعارات رابعة وصور زملائهم المعتقلين ورددوا هتافات مناوئة للجيش والشرطة ورفع المشاركون في الوقفة لفتات مكتوبة عليها عبارات مثل نتضامن مع الطلاب المفصولين دون مجالس تأديب والدستور يكفل استقلال الجامعات ولا لتوسيع سلطة رؤساء الجامعات ولا لعزل أعضاء التدريس بناء على تهم فضفاضة وصفت حركة الطلاب ضد الإنقلاب الاحتجاجات في الجامعة المصرية بالانتصار الحقيقي وقالت في بيان إن الطلبة خرجوا رغم الحصار المشدد للجامعات والأسوار العالية والبوابات الفولاذية والإلكترونية واستخدام شركات الأمن الخاصة والكلاب المدربة وحملات الاعتقال التي طالت أكثر من ثلاثة وثمانين طالبا في اليومين الماضيين وكل الإدراءات القمعية وقالت الحركة في بيان لها إن المظاهرات في جامعات مصر مستمرة لانطلاق ما أسمته عاما ثوريا جديدا وسعيا نحو قطار الحرية وللمطالبة بالإفراج عن الطلاب المعتقلين والقصاص للذين قتلوا في اشتباكات الجامعات في العام الماضي النضال الفلسطيني يحظى باعتراف العالم وفي هذا السياق نشرت فرانس فان كاتر بعنوان البرلمان البريطاني يعترف بدولة فلسطين في تصويت رمزي في تصويت بأغلبية ساحقة الاثنين أيد البرلمان البريطاني الاعتراف بالدولة الفلسطينية في تصويت رمزي الطابع نظرا لأن الحكومة غير ملزمة بتقيد به وتبنى النواب بغالبية 274 صوت تصوت على المذكرة التي تقدم بها النائب العمالي جراهام موريس مقابل رفض 12 للمذكرة التي تدعو الحكومة البريطانية إلى الاعتراف بدولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل كمساهمة في تأمين حل تفاوضي يكرس قيام دولتين في المنطقة لكن هذا التصويت لن يؤثر في موقف حكومة ديفيد كاميرون فهي ليست ملزمة بتقيد به ويأتي هذا التصويت بعد عشرة أيام على إعلان السويد الاعتراف بدولة فلسطين واحتجت إسرائيل على القرار السويدي الذي على حد قولها لا يسهم في تحسين العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين ولكن على العكس يزيدها تدهور واعترفت دول مثل بولندا وبلغاريا بفلسطين في العام 1988 عندما كانت لا تزلني ضمن الكتلة السوفيتية وتعترف إجمالا مائة وأربعة وثلاثون دولة بفلسطين ومن بينها البرازيل والأرجنتين وكان متحدث باسم رأسة الوزراء في بريطانيا أكد في وقت سابق للإثنين أن موقف الحكومة واضح جدا ولن يتغير مهما كانت نتيجة عملية التصويت تواصل قطر ممارسة دورها الإقليمي وعنه تطالعنا صحيفة الغارديون التي نشرت تحت عنوان قطر أكثر الدول المانحة لإعادة إعمار غزة جأفي تعهدت دول المانحة التي شاركت في مؤتمر إعادة إعمار غزة بالقاهرة بتقديم نحو خمسة مليارات وأربعمائة مليون دولار أمريكي للفلسطينيين نصفها سيتم استخدامها لإعادة إعمار قطاع غزة الذي دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة إلا أن نحو مائة ألف ألف فلسطيني سيبقون بلا مأوى خلال فصل الشتاء المقبل وتعهدت قطر وحدها بتبرع بمليار دولار من إجمالي المبلغ وتبرعت الولايات المتحدة بمائتي واثنى عشر مليون دولار بينما تبرعت أوروبا بخمسمائة وثمانية وستين مليون دولار ومن جانبه صرح وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن نسى في غزة بأمس الحاجة الآن إلى هذه المساعدة مشيرا إلى ضرورة العمل على إعادة إعمار القطاع بأسرع وقت هل انتهت صلاحية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية بعد استنزاف نفطها؟ صحيفة الفاينينشل تايمز نشرت مقالا لتم ويب محر شؤون الطاقة بعنوان أمريكا تنهي سيادة السعودية لإنتاج النفط في العالم جاء فيه يقول ويب إن من المزمع أن تتوج الولايات المتحدة تتوج أكبر منتج النفط في العالم هذا الأسبوع مطيحة بالسعودية من صدارة القائمة للمرة الأولى في عشرين عاما وأدت الطفرة في إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة إلى زيادة الإنتاج من ثمانية ملايين برميل في اليوم عام 2011 إلى نحو 12 مليون برميل في اليوم وتشمل الأرقام الغاز الطبيعي المسال مثل الإيثان الذي عادة ما يستخدم في الصناعة الكيميائية وتقول الصحيفة إنه علاوة على إعادة رسم خريطة إنتاج النفط في العالم أدى ارتفاع إنتاج النفط في الولايات المتحدة إلى الحي لولات دون حدوث ارتفاع كبير في أسعار النفط في الأعوام الأخيرة نتيجة لتعويض النقص في إنتاج النفط في بعض الدول مثل ليبيا خلال الربيع العربي وتضيف الصحيفة إن من المتوقع أن يؤكد التقرير الشهري لوكلة الطاقة الدولية لشهر أيلول أن الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط المسالي في العالم وتقول الصحيفة إنه في آب قارب إنتاج النفط المسالي في السعودية نحو 11.5 مليون برميل في اليوم وتقول الصحيفة إن إنتاج النفط عادة ما ينخفض في نهاية الصيف نظراً لانخفاض الطلب المحلي لقلة الحاجة إلى استخدام أجهزة التكييف مشاهدين الكرام نشرت صحيفة الانديبندنت مقالة لمراسلها في واشنطن برادلي كلابر بعنوان أضحت كوبالي مثار للمخاوف الغربية إذا التدخل في سوريا جاء فيه يقول كلابر إن تركيا وحلفائها يريدون أن تقوم الولايات المتحدة بإنشاء منطقة لحظر الطيران داخل الأراضي السورية مضيفاً أن ذلك يضع الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمام خيارين إما التعاون مع الرئيس السوري بشار الأسد أو نزع مضغضات الطائرات التابعة للحكومة وأضاف كلابر إن تطبيق فكرة الحظر الجوي سيتطلب تدخل الجيش الأمريكي وحلفائه وأوضح أن إقامة الحظر الجوي سيحد من تدفق اللاجئين السوريين إلى تركيا كما أنه قد يعطي المعارضة السورية فرصة لتخلص من الأسد وهو الهدف الذي تدعمه تركيا وأشر إلى أن تطبيق فكرة الحظر الجوي على سوريا يعتبر تحدياً سياسياً أكبر من ضربات الجوية التي شنتها قوات التحالف وضيفاً أن تدخل العسكري المباشر ضد حكومة بشار الأسد سيثير جدلاً حول قانونية التدخل الأمريكي في سوريا بنظر القانون الأمريكي والقانون الدولي صحيفة القدس العربي نشرت خبراً بعنوان اتفاق سعودي ألماني على ضرورة إزاحة بشار الأسد من السلطة في سوريا جاء فيه قال وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل في مؤتمر صحفي مشترك مع نظره الألماني فرانك فالتر شتاينماير إن ممارسات نظام السوري لم تقتصر على فتح أراضيه للقوات الأجنبية لقمع شعبه وقتلهم وتشريدهم بل أسهم وبشكل كبير في جعل الأراضي السورية وكراً للإرهاب الذي وجد ملاذاً آمناً يعبث في أراضيها ويهدد المنطقة والعالم تحت سمعه وبصره وأضف الفيصل نحن متفقون على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والعمل على تسريعها لحل هذه الأزمة وعلى أساس مبدأ تشكيل هيئة انتقالية للحكم في سوريا وفق ما نص عليه إعلان جينيف واحد كما أننا متفقون على أن بشر الأسد لا يمكن الوثوق به وأنه لا يمكن أن يكون جزءاً من الحل باعتباره فاقد الشرعية هل يلفظ حزب الله أنفاسه الأخيرة في سوريا؟ في هذا السياق كتب نبيل البقيل بقال في صحيفة العرب اللندنية تحت عنوان ماذا لو هزم حزب الله فعلاً جاء فيه؟ لا شك أن الأيام القليلة الماضية كانت الأسوأ في تاريخ حزب الله ليس على صعيد مواجهاته التاريخية بع إسرائيل فقط بل هي الأشد إيلاماً منذ دخوله الحرب إلى جانب النظام السوري ومعاركه ضد الثورة وجبهة النصرى وداعش بالتحديد حزب الله وجد نفسه أمام استحقاق مؤلم خلال المواجهات في جرود رأس المعرة وما شكلته من فشل عسكري كبير على مستوى تكتيكاته خلال معركة تلت موسى أعلى قمم جبال القلم والتي تشرف على جرود عرسال بالكامل مما أعطاها أهمية استراتيجية أما أبرز المعارك الطاحنة فقد كان مسرحها جرود بلدة بريثال حيث شن مسلحه داعش والنصرى هجوماً كبيراً على عدد من مواقع الحزب مما أسفر عن سقط ما يقارب العشرة قتلى أما المشهد الذي لا يمكن فصله عما سبق فيكمن في توقيت التفجير الذي استهدف دورية إسرائيلية في مزارع الشبعة بعد مرور يومين على المواجهات التي خضها الحزب على الحدود السورية شمال الشرق لبنان وهذا يحمل من الدلالات بأن حزب الله كما في العديد من المناسبات المشابهة يعود للتأكيد على شرعية وجوده كمقاومة في وجه الاحتلال الإسرائيلي وصرف الانتباه على نتائج المعركة الأساسية في جرود بريثال وكان من الملفت بالنسبة إلى المراقبين هو تبني حزب الله السريع للعملية أمام كل هذه المؤشرات نجد أن حزب الله أحكم الطوق على رقبة اللبنانيين بجميع طوائفهم ومذاهبهم نتيجة وقوفه إلى جانب النظام السوري ولم يعد القول إن لبنان خارج الحرب السورية مجدياً بل إن حزب الله حامل اللبنانيين جميعاً إلى المستنقع الإيراني على الأراضي السورية الكفن الأبيض يلاحق مقاتل داعش هذا ما يطالعنا به موقع دويتشيفل العربية الذي نشر بعنوان مجموعة مسلحة تطارد مقاتل داعش في سوريا في الوقت الذي يزرع فيه مقاتل داعش الرعب في مناطق واسعة من العراق وسوريا يتعرض هؤلاء المقاتلون إلى محاولة اغتيال ومطاردة قاتلة من قبل جماعة مسلحة صغيرة في دير الزور بشمال شرق سوريا تطارد مجموعة صغيرة من السوريين مقاتل الدولة الإسلامية في واحد من معاقلهم الرئيسية في شرق سوريا في إطار حملة جديدة لجماعة مسلحة بدأت كرد فعل على الوحشية المتزايدة لداعش وقال رئيس سريال كفن الأبيض إن الهدف الرئيسي من الحملة هو زرع الخوف في صفوف مقاتل داعش وتقول الجماعة إنها قتلت أكثر من مئة مقاتل من داعش في هجمات بمحافظة دير الزور في الأشهر القليلة الماضية وقال زعيم الجماعة أبو عبود في مقابلة عبر سكايب إن الاسم يعكس الهدف الكفن الأبيض يشير إلى كفن الموت الذي تقول جماعته إنه ينتظر مقاتل داعش المسؤولين عن جرائم ضد الشعب السوري وبينما تدفع الولايات المتحدة خططا لتدريب وتسليح المعارضة المعتدلة المناهضة للرئيس السوري بشار الأسد في إطار استراتيجية لتعامل مع الدولة الإسلامية داعش فإن ظهور مثل هذه الجماعات يبين كيف أنها صنعت أعداء جددا على الأرض على مدى سنوات عملت التحالفات الدولية والإقليمية على إسقاط حكومة العدلة والتنمية والنموذج التركي الديمقراطي الناجح وهي تسعى اليوم لتورطها في حروب خاسرة لنهاية تالها لا تأتي على الأليات المنتجة للإرهاب بل تعمل على ديمومته وتعميمه وإسناده بطرائق عديدة هذا ما يطالعنا به موقع عربي 21 الذي نشر مقالة لحسن أبو هني بعنوان هل تعلمت تركيا دروس الحرب على الإرهاب جاء فيه يكشف الموقف التركي في التعامل مع مسألة عين العرب كوباني عن شكوك السياسة التركية تجاه المقاصد والنوايا الحقيقية لولايات المتحدة الأمريكية المتعلقة بالحرب عن الإرهاب فالمصالح القومية التركية لا تقضع لأهواء التحالفات المتقلبة والبلاغات الخطابية الباهتة فالإمبريالية الداعمة للسلطوية هي الألة الجبارة المولدة للعنف والإرهاب فشركاء الدوليون الذين أطلقوا على أنفسهم أصدقاء سوريا تخلوا اليوم عن مهمتهم التاريخية المزعومة بنصرة التورة السورية وأصبح الحديث عن جرائم الأسد شيئا من الماضي أما إسقاطه فبت مغامرة لا معنى لها لم تمارس الولايات المتحدة ضغوطات تذكر على حلفائها في المنطقة للانضمام إلى حفلات حرب الإرهاب فقرر الحرب والسلام لا يطلب عقد البرلمانات ولا استشارات الذوات أما السياسة التركية بزعامة رجب طيب أردغان فلم تحفل كثيرا بضغوطات الولايات المتحدة لمذن المزيد من الجهد في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية ولم تحفل كذلك باستغاثات باراك أوباما شخصيا وتسعى واشنطن إلى إقناع أردغان بالسماح لقوات التحالف باستعمال قاعدة أنجرليك الجوية في جنوب تركيا لشن الغارات الجوية إلا أن أردغان ورئيس وزرائه أحمد داود أغلو يصرون على بناء منظومة متكاملة في حرب الإرهاب تنظر إلى أسبابه وشروطه الموضوعية وفي مقدمتها إسقاط نظام بشار الأسد وتعامل مع تداعيات وتأثيرات وجود 1.6 مليون من اللاجئين السوريين ويختتم الكاتب مقاله متسائلا هل تتنجو تركيا من له بالحرب؟ وتثبت رسوخ مقارباتها الديمقراطية وتدبير العلاقة بين الإسلام والحداثة على أساس العدالة والتنمية وهل نجحت تركيا في فهم دروس حرب الإرهاب الفاشلة؟ يبدو حتى الآن أن تركيا قد تعلمت الدرس جيدا ولن تتورط في معالجة المخرجات دون مقاربة تكاملية تأتي على المدخلات تركيا تعرف ما تريد من هذه الحرب وتطالب به العالم وعنه نشرت صحيفة الصباح مقالا بعنوان المحددات العاشرة لمشاركة تركيا في العمليات العسكرية في سوريا جاءفي اشترطت أنقرة للمشاركة بالعمليات العسكرية إقامة مناطق آمنة داخل الأراضي السورية والدعم العسكري المتمثل في التحرك البري ودعم المعارضة السورية المسلحة من خلال التدريب والتأهيل بالإضافة إلى تقديم المساعدة الإنسانية للمتضررين من الحرب الدائرة في البلاد وستكون المطالب التركية على طاولة المحادثات مع الأمريكيين متمثلة من نقاط العشرة الآتية أولا الأولوية الأولى هي أن تبدي دول التحالف رغبة في محاربة المنظمات الإرهابية ونظام السوري على حد سواء ثانيا توفر كافة المعلومات الاستخباراتية اللازمة للسوريين الذين سيتم تدريبهم في تركيا ثالثا إلذامية تأمين المناطق الآمنة داخل الأراضي السورية لاستعاب الفارين من مناطق الاشتباكات بعد التدخل البري في حال حدوثه رابعا يجب أن تشرك الدول الإسلامية إلى جانب تركيا في تدريب المعارضة السورية المعتدلة من أجل منع مساندة بعض الجماعات المعادية للولايات المتحدة لتنظيم داعش خامسا في إطار برنامج التدريب والتسليح سيتم تدريب وتسليح المعارضة المعتدلة على حمل السلاح الخفيف فقط سادسا سيتم تقديم المساعدة الإنسانية إلى كافة المناطق المحاصرة وخاصة بلدة كوباني التي يحاصرها تنظيم الدولة الإسلامية سابعا ستتم مراقبة كافة الأسلحة التي سترسل إلى مناطق القتال وذلك لمنع وصول هذه الأسلحة إلى يد مقاتلي حزب العمال الكردستاني بيكيكي ثامنا سيستمر استخدام قاعدة إنجرليك العسكرية لغاية الاستطلاع والاستكشاف في حال تطلب الأمر سيسمح لطائرات التحالف باستخدام هذه القاعدة لأغراض لوجستية ومن أجل تسهيل عملية المواصلات تاسعا يمكن القوات التركية أن تشترك في حماية المناطق الآمنة داخل الأراضي السورية عاشرا ستقدم الحكومة التركية كل الدعم من أجل التخلص من تنظيم الدولة الإسلامية وتقوية المعارضة السورية المعتادلة التي تحارب نظام بشار الأسد كما ستدعم كل الجهود الدولية الرمية إلى حل شامل للقضية السورية ألم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراقي فكيف إذا كانت الأم ذات ثقافة عالية موقع ترك بريس نشر مقالة لدكتور ريزار الحرباوي بعنوان جامعة الأمهات أنموذج رياضي جاء فيه جامعة الأمهات في اسطنبول أنموذج من النماذج التي تحتذا في عالم العطاء المؤسسي ودللة على حجم التشارك في صناعة القرار وتوجيهه بين القطاع الأكاديمي والبلديات والمجتمع في تركيا بشكل واضح في منطقة أسيلار في اسطنبول قامت الدوائر التخططية في البلدية بالتواصل مع شرائح المجتمع ومن خلال تحليل التغذية الراجعة وجدت أن هناك عدد من النسوة الأميات في المنطقة فانطلقت جهود تنسيقية بين رئاسة البلدية وجامعة اسطنبول لبدء برنامج أكاديمي مجتمعي بمساقات ومواد تعليمية خاصة لتعامل مع هذه الحالة ومن بين هذه الجهود التفاعلية نشأت فكرة جامعة الأمهات التي تتيح للأم الأمية أن تدخل في مساقات ومحاضرات خاصة بها على يد خبراء وتتعلم مدة ستة أسابيع فقط في مجالة القراءة والكتابة والاقتصاد المنزلي وتربية الأبناء ونحوها وتتخرج من الجامعة بشهادة معتمدة من جامعة اسطنبول ورئاسة البلدية في الآن ذاته لا ريب في أن هذه المشروعات الحيوية تغير النمط السلوكي لدى الأم الأمية وتكسب الأم ثقة بنفسها بصورة فاعلة وتغير منظرة المجتمع لها بكونها تحمل شهادة رسمية من جامعة مخضرمة شأنها شأن خريجي كليات الطب والهندسة والعلوم الاجتماعية والإنسانية المتنوعة الجدير بالذكر هنا أن العرفة جرى بأن تقوم أمين أردغان بتقديم المحاضرة الختامية في هذه الجامعة للأمهات الطالبات لتعبر لهم عن اعتزاز تركيا بهن كنسوة منتجات متعلمات الإعلام هو سلاح في ثورة الحرية لا يقل أهمية عن حمل السلاح في مواجهة العدو نشر موقع سيراج بريس تحت عنوان فصائل ثورية سورية لفيصل القاسم أفعالك لا تقل أهمية عن القادة الميداني جاء فيه وجهت ألوية وكتائب وفصائل عسكرية ثورية في سوريا كتاب شكر وتقدير للإعلامي السوري الدكتور فيصل القاسم جراء مواقفه المشرفة والنبيلة من الثورة السورية وقال بيان لعدد من فصائل الثواري المقاتلة على الأرض نشكر الجهود المشرفة والمواقف النبيلة التي تبذلها بشرف أيها الإعلامي الحر والغيور على أرض الملحمة لأرض الشهداء سوريا الحرة واللسان الصلط بالحق الذي لا ينطق إلا لنصرة شعب تكالبت عليه الأمم وأضف بيان الفصائل المقاتلة ضد نظام الأسد إن هذه الأفعال المشرفة التي تقوم بها لتقل أهمية عن القادة الميدانيين الذين يفدون بدمهم العرض والأرض وأردفو نبارك لك حب الوطن الذي أحب ابنه ويتشرف اسمك بجنسيته السورية ويتشرف أبطال الجيش السوري الحر باسمك مشاهدين الكرام يستمر نضال الشعوب الحرة التي ترفض الله والهوان حتى تشرق عليها شمس الحرية ويستمر لقاءنا المتجدد معكم في حديث ضحافة جديد غدا فكونوا معنا لكم من أطيب المنى أينما كنتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى موسيقى